سؤال إذا كانت عدد الزواجات محرم إذن لماذا نرى أن رب سمح به في العهد القدير طبعا زي ما في الطلاق المسيح قال لهم أن الأجل قساوت قلوبكم سمح لكم أن تطلقوا نسائكم فالعهد الأديم كان الله بيتعامل مع البشرية التي لم تأخذ بعض الطبيعة الجديدة بطريقة مختلفة في كتير من الوصائف ومش بس في موضوع تعدد الزواجات طبعا في المسيحية كلام واضح هو المسيح لم يتكلم لذلك لما سألوا عن الطلاق شيء متى 19 قال له قال أنه يطلق أمرأته لأجل سبب فالمسيح رجع للأصل قال له أن في البدء خالقهما ذكرا وأنسى إذن رجع أن الأساس أنه ذكر وأنسى آدم وحو يطلق رجل أباه وأمه والتسق بأمرأته ما قالش بالتسق بنسائه إذن رجع للأصل اللي هو لم يكن هناك طلاق ولا بأسع بالطلاق إلا لعلة الزن زي مثلا ما كان في العهد القديم كان بيذكر مثلا في أطعمة يعني نجسة وغير نجسة فدي طبعا تلغت في العهد الجديد وزي ما قلنا بالنسبة لبطوس لما قاله ما قدسه الله لا تنجسه أنت زمان مثلا كان فيه زبائح طبعا في العهد الجديد ما فيش زبائح فبرضو مثلا بالنسبة للحروب في العهد القديم كانت بترمز إلى الشيء يعني لو بنختار شعب اختاره كان موجود في مصر كان فوعون غمز للعبودية وعبور البحر الأحمر كان غمز للتحرم ثم الته في البرية ثم دخول أرض الموعد غمز في الأبدية لأنه كان كل المكفآت في العهد القديم تتعلق بالأرض وكمان ذلك العقوبات مع مجيء المسيح انتهى هذا الأمر فلا توجد حرب مقدسة هوني وهو فيش ممكن حرب عادلة بدافع الأرض لكن لا توجد حرب مقدسة فانتهى موضوع الشعوب بالنسبة ل لأن كان لها وقال ليه الكتاب المقدس اهتم بس بتاريخ شعب بني إسرائيل طب وبقيت الشعوب لأنه كان فيه تدبير معين ربنا عامله للاعداد لأجل مجيء المسيح شكرا احنا في النبوات اللي بتتكلم على إسرائيل وضمار بعض البلاد كل دي انتهت انتهت الامر الوحيد المتبقي هو مجيء المسيح هذا الذي ننتظره ولم تعد لنا اغتباط بالأرض بأي شكل من الأشكال وأصبح كل مكان هو يتقدس بوجود المسيح لا توجد لغة مقدسة لا توجد أرض مقدسة إنما إيمان المقدس يعطى بأي لغة وأي مكان بنصرني فيه بيأتي المسيح فالقداس اللي بنقيمه هنا زي القداس اللي هنقيمه في القدس زي القداس اللي هنقيمه في مصر هو نفس القداس بنتناول نفس الجسد والدم خاص بالسيد المسيح لذلك كنيسة في عصوها الأولى لم تختبط بمكان وبعد هدم أوروشاليم تركوا المكان وهنجي بقى في أيام قسطنطين واكتشاف الصديب والناس بنعتروح للقدس وهذا النظار فالذهاب إلى هذه أماكن هو أمر جميل كويس لكن لا يفرق شئ بين مكان ومكان شفقش مكان إن المكان المسيح زور طبعا المسيح بيزورنا بيأتي فينا بيسكت فينا في دخل ترجمة نانسي قنقر